السلام عليكم خامس مثل اليوم رح نحل مع بعض السؤال الأول والسؤال الثاني اللي كان واجب والسؤال الثلاث كمان اللي ما عارف يحل السؤال الثاني مو مشكلة هلأ رح نحل له مع بعض السؤال الأول كان بيقول لك جيد القيمة العددية يعني معناته أخر شي بديو يطلع معاي رقم مثل ما بقول لي جيد القيمة العددية بديو يطلع رقم للتعبير الجبري عنا 17 نقص 4 سين عندما السين تساوي 3 هلا شو منعمل احنا منحط سين تساوي 3 داخل مربع لأنها القيمة اللي رح اعتمدها بالتعويض بنزل مثل تعبير الجبري زي ما تشايفين هون 17 نقص 4 سين بعدين بنزل 17 زي ما هي شرط الطرح زي ما هي الأربعة بتنزل زي ما هي قلنا شو العملية المخفية دايما ما بين الرقم والمتغير هي عملية ضرب تمام هايها فكثرت 4 ضرب شو قيمة سين اللي اعطاك يا هون ثبت لك يا هي 3 فصرت 4 ضرب 3 هلا السبعتاش بتنزل زي ما هي هيها 17 شرط الطرح بتنزل 4 ضرب 3 شو عندي ياها 12 أصبح الجواب 17 ناقص 12 كم؟ 5 هذه هي القيمة العددية نلاحظ أنها إيش مالها ميس رقم الآن بالنسبة للسؤال الثاني ميس ما كان صعب كان عم بيقولك أكمل الفراغ في الجدول الآتي كان حالك عبارة عن 1 و 2 و 3 طلب منك تكمل الـ 4 والـ 5 والـ 6 الآن أعطيني أول خانة أول عمود هو القيمة سين والعمود الثاني أعطيني يا اللي هو التعبير الجبري تمام أعطيني يا 5 سين ناقص 4 ثابت لكل الحالات ميس والقيمة العددية هي الناتج اللي بيطلع معاي آخر إشي الرقم فكان لما بيكون عندي واحد من نزل التعبير الجبري زي ما هو 5 بتنزل العملية بين السين والخمسة والن ضرب فشو منثبتها هون 5 ضرب ايش شو قيمة السين واحد بنحطها هون واحد ناقص أربعة بتنزل زي ما هي أصبح 5 ناقص أربعة شو بيعطيني خمسة ضرب واحد شو بيعطيني خمسة شرط الطرح بتنزل الأربعة بتنزل خمسة ناقص اربعة واحد بنحطه هون عند القيمة العددية الامث عنا هون اتنين تنزل الخمسة زي ما هي واشارة الضرب مكان سين شو بدي احط لانها تغيرت هون ايجت في ايش في صف اتنين فمعناتو بنحطها اتنين خمسة ضرب اتنين ناقص اربعة بتصير عندي عشرة ناقص اربعة تعطيني ستة والستة بنحطها هناك هلا لما بتكون تلاتة قيمة سين بنروح بنعوض خمسة ضرب بدل قيمة سين بنحطها تلات لانها بصفة تلات ناقص اربعة فتصير عندي خمستاش ناقص اربعة شو بتعطيني دعش بنحطه هناك الان لم بيكون عندي اربعة نفس الشي خمسة ضرب اربعة مكان سين ناقص اربعة خمسة ضرب اربعة كم عشرين ناقص اربعة ستة عش بنحطه هون ستة عش الان لما بيكون عندي هون خمسة خمسة ضرب خمسة ناقص اربعة خمسة ضرب خمسة كم خمسة وعشرين ناقص أربعة شب تعطينا ميس واحد وعشرين من حطها هون الستة خمسة ضرب ستة ناقص أربعة خمسة ضرب ستة كم تلاتين ناقص أربعة شب تعطينا ميس ستة وعشرين من حطها وين هون الآن ميس كان في عنا أسئلة لأنه قالك أكمل الفراق في الجدول ثم أجب عن الأسئلة التي تليه شو هي الأسئلة هيا هاي الأسئلة ميس اللي ظهرها معنا شايفينها سؤال الأول كان عم بيقولك ألف هل القيمة العددية الناتجة تمثل نمطا برر إيجابتك إيش يعني أصطف فيها خمس شايفين القيمة العددية هايها عبارة عن واحد وستة وحداش ستاش وحد وعشرين ستة وعشرين ننقولها ميس ومنكتبها بشكل أفقي يعني على شكل صف جانب بعض بدنا نشوف هل هاي بتمثلنا نمط هايها كتبناها هاي الواحد والستة داش ستاش وحد وعشرين ستة وعشرين هل انت بتلاحظ انه النمط بزداد صح شو قاعدت النمط حكينا ناخد ستة ناقص واحد قدي خمسة منروح للتاني لحدين التانيات 11 ناقص ستة منلاحظ انها خمسة كمان وستاش ناقص 11 خمسة وهكذا فإذا قاعدت النمط هي شو ميس بتكون زائد خمسة إذن نحكي نعم تمثل نمطا وقاعدته هي إضافة العدد خمسة للحد السابق أو منكتبها زائد خمسة لآن هو عم بيسألك بباس سؤال شخصي بيقولك أيهما تفضل إيجاد القيمة العددية عن طريق قيم النمط أم التعبير الجبري يعني مباشرة إنك تصير تزيد هون 21 26 بعدين تحطها 31 36 ولا تشتغل عن طريق تعبير الجبري الحل اللي هي خمسة ضرب واحد زائد ثلاث زي ما عملنا هنا بالجدول شايفين أنت بدك تقرر إيش بدك هلأ في ناس راح تقول أنا بفضل إيش ميس النمط ليه لأنه أسهل هلأ اللي بيجي بيقول لي أنا أفضل إيجاد القيمة العددية عن طريق النمط لأنه أسهل وأسرع في ناس ممكن تقول لا أنا أفضل إيجاد القيمة العددية عن طريق التعبير الجبري لأنه يوضح لنا قاعدة التعبير الجبري المستخدمة في الحل بشكل دقيق إنت حر بإيجابتك ميس أوكي هلأ ميس خلونا نروح مع بعض بدنا نحل أنا وياكو سؤال ثلاث ما عطتكو يا واجب بس أنا وياكو رح نحلوها لا سؤال الثالث بيقولك إذا كانت عين تساوي تسعة فتجد القيمة العددية لكل تعبير جبري الميلي أول تعبير أعطانا إياه هو عبارة عن واحد على ثلاث ضرب عين زائد سبعة أعطاكم قيمة لعين تسعة فشو أنا بروح بحكي واحد على ثلاث ضرب شو قيمة عين تسعة زائد سبعة صح؟ وتساوي هلأ ما إلها مقام صح؟ نضرب بسط بسط مقام بمقام شو بتصير عندي واحد ضرب تسعة تسعة علو تلاث ضرب واحد تلاتة زائد بتنزل والسبعة بتنزل هلأ هون تسعة على تلات يعني تسعة تقسيم تلات كم؟ تلات زائد سبعة شو بصير الجواب عندي خامس تلات زائد سبعة عشرة بروب الآن اللي بعدي همس بيقولك تنين على تلات ضرب عين ناقص خمسة عادي ناقضها مننزل تنين على تلاتة إشارة الضرب شو قري متعين تسعة ناقص خمسة منحطها على واحد نضرب بسط بسط مقام مقام تنين ضرب تسعة قدي تمنتاش على تلات ضرب واحد تلات ناقص خمسة الآن تمنتاش على تلات كم؟ ستة ناقص خمسة برافو وتسوي شو؟ واحد ممتاز هيك ميكون طلعنا القيمة العددية ما سيعطيكو العافية بكرة حينكمل الجزء الثاني من الدرس